بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وبمبادرة من شباب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان تم تنظيم وجبة إفطار وعشاء للصائمين المسافرين في الشارع الرئيس في المدينة وأقال منظمو المبادرة لقناة سهيل الفضائية إن الهدف منها إشاعة الألفة والمحبة بين أوساط الشباب في مواجهة تحديات الواقع التي تدفع إلى التشرذم والشتات والصراعات العقيمة تم تنفيذ إفطار شعبي شبابي جماعي في زنجبار عاصمة محافظة أبيان تنفيذ شباب أبيان كانت مبادرة جميلة وفيها الألفة والإخاء والمحبة والتعاون وتغيير من القو والتقاء بين الشباب والتعارف وهي كذلك مد قسور الود بين الشباب في زنجبار والكود وجعار والشباب كذلك حضروا من عدن فكانت مبادرة جميلة قاموها شباب أبيان فالتم حولها المواطنين وقميعهم حضروا الإفطار فنشكر لهم هذه المبادرة الجميلة وإن شاء الله تتكرر في السنوات القادمة طبعاً نحن هنا شباب من مديرية زنجبار صلحنا مبادرة طوعية وهي بعنوان اللمة الشبابية تهدف هذه اللمة لزرع روح الأخاء والتعاون بين شباب محافظة أبيان كذلك شباب المناطق المقاورة الشباب قزاهم الله خير قمعوا ما تيسروا إلى قانب أصحاب البقالات من تامر سنبوسة وغيرها من وقبات الأفطار وغيرها من وقبات الأفطار لكي يساعدوا في قمع هكذا وكما تشوفوا الناس ما شاء الله الأقبال عليه وكذلك صاحب المحلات والمسافرين فهذه المبادرة هي طبعاً الأولى من نوعها في محافظة أبيان أن يعملوا الشباب بقبات أفطار في مدينهم في سوق مديرية زنقبال نشكر الشباب الغائمين على هذه المبادرة الخيرة في أواخر رمضان وهذه بادرة طيبة من كثير من البوادر التي قام بها شباب أبيان المثقف الواعي الخير في جميع المجالات اليوم تقدمنا نحن كشباب محافظة أبيان بمبادرة اسمها فطور الجماعي لأبناء المحافظة كما نحن في شهر المبارك في خواتم الشهر اللي هي أواخر شهر رمضان قاموا بعض من الشباب كما أمامكم تشوفون بمبادرة خيرية من أموالهم الخاصة مشاهم يعني الدعم من أبناء المحافظة